قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عاد إلى الوطني بعد رحلة مدتها ستة أيام إلى جينيف حيث أشرف حسن طبية وهذه أحدث رحلة علاجية لبوتفليقة خارج البلد منذ إصابته بجلطة دماغية في العام 2013 ويعتبر بوتفليقة نادر الظهور منذ تلك الإصابة لكن مؤيديه يطالبونه بسعي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في إبريل ولم يعلن الرئيس الذي يتولى رئاسة البلاد منذ العام 1999 ما إذا كان ينوي الترشح في الانتخابات أم لا وكشف مصدر من داخل المستشفى السويسرية الذي نقل إليه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بأن الحالة الصحية للأخير صعبة وتم نقله إلى غرفة العناية المركزة وقال المصدر في تصريحات لموقع جزائر تايمز بأن بوتفليقة يعاني من مرض السلطان كما يعاني من عدة أمراض بالمقابل طمأنت وسائل الإعلام الرسمية المواطنين على الحالة الصحية للرئيس الجزائري وقالت إن مصادرها أكدت أن الحالة الصحية للرئيس لم تشهد أي تدهور مكذبة كل ما ينشر من معلومات حول هذا الشأن في منابل إعلامية مشكوك فيها على حد وصفها وأصدرت الرئاسة الجزائرية بيانا أكدت فيها أن الرئيس بوتفليقة غادر البلاد نحو جنيف بسويسرا لإجراء فحوص دورية بدورها قالت صحيفة موندافريك أنه تم اتخاذ كل الاحتياطات من قبل حاشية الرئيس الجزائري لمنع نشر أي معلومات حول الحالة الصحية للرئيس وأوضحت الصحيفة أنه تم نقل بروفيسور تونسي عمل في وحدة العناية المركزة للسلطان وممرضة مغربية بناء على طلب شقيق رئيس الدولة سعيد بوتفليقة الموجود بالمستشفى بسويسرا وكان بوتفليقة قد تعرض في إبريل 2013 لجلطة دماغية نقلة على إثرها للعلاج في مستشفى فالدوكراس بباريس ويبلغ بوتفليقة من العمر 81 عاما